موسيقى عزى المشاهدين أهلا وسهلا بكم أن تأتي متأنيا أفضل من أن لا تأتي مشطال أمده من قبل الشعب نشاطات تبث التفاؤل بالناس وأحاديث تطمئن المتابعين كل ذلك فيما يخص العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم فبعد القطيعة الطويلة بين الجانبين أعلنت حكومة الأقليم عن التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية جاء ذلك الإعلان بعد اجتماع جمع وزير النفط عادل عبد المهدي برئيس حكومة الأقليم نيشيربان بارزاني ونائبه قباط طالباني اتفاق اتهمه البعض بعدم الاكتمال وتقبله البعض واصفا إياه بالإيجابي وأن هكذا اتفاق كثير بأن يبدد الغيوم التي كانت تلف علاقة الجانبين وبالتالي ستكون للضوء أو سيكون للضوء مكان الحكومة الجديدة التي توزع جهدها في جبهات عديدة أهمها التخلص من داعش والجماعات الأرهابية والمشاهد المسلحة وأيضا سد الفجوات التي تملأ العلاقات الأقليمية والدولية عدت علاقتها بالأقليم جبهة من هذه الجبهات فبدلت في سبيله جهدا جهيدا جاء الاتفاق نتيجة لهذا الجهد فما مدى إيجابية هذا الاتفاق وفائدته بالنسبة للشعب وما هي النقاط التي نص عليها هل ستنتهي حرب التصريحات هل إهمال هذا الاتفاق مجالا لعودة النزاعات والخلافات والسؤال الأهم ما هو المشهد الذي سيولده هذا الاتفاق؟ يطل عليكم المشهد الأخي ليضعكم أمام الحقيقة الواضحة لهذا الاتفاق محاولا الإجابة على هذه التساؤلات وكشف الحقائق قبل ذلك لمشاهد ما عده كادر البرنامج وأخيرا نجحت بغداد وكردستان بالتوقيع على اتفاقنا جديد يتعلق بتصدير النفط عقب نشوب خلافات كبيرة بين بغداد وأربيل امتدت لستة سنوات وأسفرت عن تعطيل قانون النفط والغاز أيضا هي صفقة معينة لغرض زيادة الواردات النفطية وضخ النفط من محافظة تأميم كرقوب واستلام 150 ألف برميل يوميا مقابل تزديد 500 مليون دولار تمشي ترواتب أما فيما خص باقي المحافظات المنتجة لا زالت لم تحسم أمس كان هناك اجتماع للمحافظين 15 محافظة مع سيد وزير النفط دكتور عادر عبد المهدي لحل حلة الأمور وإرسال تطمينات للمحافظات وفتخطوة جيدة ممارسة شفافة وديمقراطية من قبل وزارة النفط لتشبيك العلاقات التي نحتاجها في ظل الظرف السياسي الحالي والأمني الاتفاق الذي يقضي بأن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان مقابل وضع الإقليم حق التصرف لبغداد بـ 150 ألف برميل من النفط الخام وجه ردود فعل مختلفة بعيدا عن السياسة هناك فرق بين ما تخصص إلى إقليم كردستان وإلى المحافظات النفطية الجنوبية التي هي أحق من الإقليم حقيقة أحق من الإقليم بهذا المشروع فنتأمل أنه تتألف ورشة عمل لهذا الموضوع وهذه الورشة تقوم بتخصيص أو تنفيذ مشروع البترو دولار على جميع المحافظات العراق لأنه جميع محافظات العراق يجب أن تتمتع بالثروة النفطية للعراق نحن لازم يوضع خطة استراتيجية كاملة للعلاقة طويلة لأمد بين الإقليم والمركز لحل المشاكل العالقة والمشاكل الموجودة اليوم هي مو بس البترو دولار وإنما مشاكل المادة 140 ومشاكل المناطق المتنازع عليها فيجب أنهاء هذا الموضوع حتى تكون العلاقة شفافة وتمشي في مجال بناء الدولة العراقية الحديثة وبحسب بعض المراقبين هذا هو المعلن الذي تصدرت عنوين السياسة وغير المعلن بشكل رسمي هو إنما ينتجه الأقليم من نفط والبالغ أكثر من 300 ألف برميل لتصرف لبغداد على النسبة خارج الاتفاق وهي 150 ألف برميل يوميا ما يعني إن كردستان ستضع اليد على المتباقي من عوائد النفط خارج حسابة البترو دولار ويعتزم وفد كردي زيارة بغداد قريبا لإنهاء الاتفاق النفطي الأولي الذي جرى قبل أيام في مسعى لإنهاء الخلاف الدائر حول النفط ورواتب البشمرقة ونسبة الأكراد في الموازنة العامة من بغداد سامح شاكر قناة الرشيد أهلا بكم مشاهدينا نبدأ حلقتنا بضيوفي مع ضيوفي كل من النائب عن دولة القانون رسول راضي والنائب محسن السعدون عن التحالف الكوريساني أهلا وسهلا بك أستاذ محسن وأبدأ بسؤالي بداية كيف تقرأ التحركات وأيضا زيارة وزير النفط لإقليم كوردستان يعني هذا اليوم هذه الزيارة أعطت تفاؤل للمشاهد عندما يشاهد صراعات قديمة يعني طال أمدها وهذا اليوم حكومة الإقليم تعلن أنه هناك اتفاق شامل مع الحكومة المركزية أريد أن تحدث بهذا الموضوع وشنو التحركات الحقيقية في هذا المجال ابتداء شكرا لقناة الرشيد وللأخوة المشاهدين أحنا نعتبر هذه الخطوة في ظل حكومة جديدة من الخطوات الإيجابية لحل مشكلة ظلت منذ تغيير النظام منذ تطبيق الدستور العراق الكل يعلم من الدول التي فيها خزين كبير من النفط ثالث رابع دولة بالعالم فيها نفط هذه الثروة لحد الآن الشعب العراقي ما استفاد منها من خلال السنوات يعني صار التغيير وصار الدستور وصار نظام الاتحادي محسن لكن استاذ محسن بما أن حكومة أقليم كردستان وصفت الاتفاق بالشامل يعني بالشامل والعادل يعني هل يقصدون بالشامل والعادل أنه يعني مثلا تحدثوا عن الرواتب وأيضا هناك متعلقات بين الحكومة المركزية وحكومة الحكومة الاتحادية يعني تعدى مسألة النفط الاتفاقية لم تأتي من فراغ هي تحت دراسة ربما اتصالات كانت مباشرة أو غير مباشرة حصلت لحين الحصول لهذا الاتفاق مجلس وزراء رئيس الوزراء كل الأطراف الأخرى لهم علم بهذا الاتفاق يعني مو اتفاقية بس مجرد ذهب وزير النفط والتقى مع رئيس وزراء أقليم كردستان وكان هذا الاتفاق لا اتفاق حتى السفارة الأمريكية رحبت بي الهم المتحدة رحبت بي وأيضا المواطن العراقي هذا اليوم مرحبت بهذا الاتفاق بس في كل مرة في كل مرة استاذ محسن السعد وخلي نحكيها بصرعه هذا صير اتفاقيات وبعد الاتفاقيات وأعلان أنه هناك اتفاق اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة المركز ويكون هناك زيارات لرئيس الوزراء في السابق إلى أقليم كردستان وأيضا رئيس وزراء الأقليم إلى بغداد ونعود إلى القطيعة مرة ثانية هل يوم رح تنتهي هذه القطيعة رح نبدأ بداية البداية البداية لانتهاء من هذه القطيعة ولوضع أسس صحيحة بموجب الدستور نحن قبل هذه الفترة يعني في ظل الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة تقريبا وصلنا إلى اتفاق اتفاق بدل انبوب النفط إلى تركيا وربطه مع انبوب الرئيسي ووزير النفط في تركيا جال بغداد محادثات جرت الاتفاقية وصلت مرحلة المرحلة اللي صار بها خلاف هو إشراف شركة سومو على التصدير نعم احنا اقترحنا بأنه يجب للأقليم والمحافظات المنتجة نعم شركة سومو الحقيقة يعني هي شركة من شركات النظام السابق لحد الآن مستمرة نعم نظامها مركزي في إدارة النفط لكن إذا نتحدث عن النظام السابق يعني حتى عندنا لحد هذا اليوم قرارات هي قرارات سابقة أيضا يعني وإذا نتحدث عن بعض التركة الثقيلة من الأنظمة والهاتف لي هذا اليوم تطبق يعني ما شبيه ما شبيه الحكومة العراقية أصبح الدستور يتكلم عن نفط النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات سياسة نفطية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وبين المحافظات الغير مرتبطة بالإقليم والإقليم معا في إدارة النفط هذا الدستور يقول هكذا فلهذا الشركة هذه تبقى هي مشرفة على التصدير ولكن أن يكون في إدارتها ممثلين عن المحافظات عن الإقليم حتى يكون الرؤية واضحة بالتصدير هذا هو كان الخلاف الوحيد الذي يبقى بين الحكومة السابقة والفترة الأخيرة وبين الآن الآن الحقيقة الوضع الأمني الوضع الاقتصادي في العراق مؤثر جدا واردات العراق 96% هي من النفط اليوم داعش يعني يحارب في أربع محافظات تقريبا يعني يعني إذا حسبنا نصف كاركوك ونصف ديالة وصلاح الدين والأنبار والموس الأربع محافظات أنت تدرين الأربع محافظات هذا الموسب اللي راح يبدأ أو البدأ يعني أي وارد للزراعة ماكو وحتى الملائين اليوم وزير الزراعة صرح بأن هناك مليون طن من الحنطة والشعير داعش نقلت هذه الكمية إلى سوريا إذن ليس هناك أمام الحكومة الاتحادية ولا حكومة الإقليم ولا الشعب العربي لكن سيد محسن هذه الاتفاقية بعيدا عن النفطية مثل ما سمعنا أو شاهدنا بالإعلام لكن هل تطرقت إلى مسألة داعش هل تطرقت إلى مسائل أخرى تعاون يعني مع الحكومة الاتحادية لا لا الوضع وزير النفط لحل مشكلة المشكلة العالقة وهذه المشكلة يعني فقط نفطية لا هي مشكلة ملف النفط يعني هو موضوع وزير النفط والملف للنفط فلذلك أنا أقول لكن نش في الإعلام سمعنا أنه هي اتفاقية شاملة لا لا اتفاقية خطوة خطوة مهمة لحل هذا الموضوع القبل خسارة الطرفين يعني إقليم كردستان يخسر الحكومة الاتحادية تخسر الآن يعني الرؤية لهذه الاتفاقية لربما الطرفين يربحون وبما أن إقليم كردستان هو جزء من العراق لا يستطيع لا يستطيع أن يتصرف بالنفط نفط العراقيين لوحده كل ما هناك هو اجتهاد في إقليم كردستان سنوات الماضية بموجب الدستور لإنتاج النفط مع الشركات وهذا الإنتاج عندما يصدر فقط 17% هو لحصة الإقليم والباقي للشعب العراقي لأن الدستور يقول هكذا فإذن هذه المعادلة تحليلات هذه المعادلة وتطبيقها في هذه الاتفاقية التي يجبها سأرجع إلى ميزانية الأقليم التي هي 17% وأيضا سأعرف منك هل تم الاتفاق على ميزانية عام 2014 وحلها مع الحكومة الاتحادية لكن أنتقل إلى سيد رسول سيد رسول هل جاءت لجنة الأقاليم والمحافظات ولعبت دورا مهما في هذا التوافق بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان اللي دائما المواطن العراقي يعني شاهد أزمات كبيرة وكثيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان بسم الله الرحمن الرحيم أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ السعدون وكما أشكركم وأشكر أيضا المستمعين لإذاعة الرشيد القضية تعقيبا على كلام الأستاذ أنه ما المشكلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم لها بعدين البعد الأول النفطي والبعد الثاني المناطق المتنازع عليها والبعد النفطي تحل مشكلة قضية قانون النفط والغاز وهو لم يشرع لحد الآن والبعد المناطق المتنازع عليها المادة 140 الذي صار لها أكثر من كذا سنة أيضا لم تنفذ فإذا ذن الموضعين المهمين هنه الهن قوانين لحد الآن لم تشرع هذين القانونين يمكن بسبب الخلافات اللي كانت بين الحكومة بين المجلس النواب التشريعي وبين الحكومة التنفيذية عطى القوانين مهمة وبقت الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان يعني هذه الدورة من البرلمان رح نشهد تشريع هذه القوانين المهمة أجيب على هذا السؤال بس أكمل المشكلة بالدستور العراقي أنه أتحدث عن النفط الموجود حاليا ما أتحدث عن النفط الذي ينتج بعد هذه الفترة وبما أن أقليم كردستان الله سبحانه وتعالى رزقه بهذه الكميات أيضا من النفط هنا صار مورد الخلاف باعتبار هذه الكميات النفطية أنتجت في هذا الظرف ولذلك بدأ هذا الخلاف نعم إن شاء الله من خلال ما دار من المناقشات خلال هاي الفترة لأنه الفترة السابقة كانت شوية المحاكات السياسية بين الأطراف جدا قوية ودخلت لربما المنازعات إلى حد كانت على حساب اقتصاد الشعب العراقي والاحتساء على حساب الطرفين لكن الآن إن شاء الله في هذه الدورة الحكومة جادة وبرنامج الحكومة المعد من 18 أو 20 مادة واضع هذه القضية قضية النفط والخلاف النفط بينه وبين الإقليم والآن بدأت بوادر جني الثمار الآن لحد الآن أول اتفاق هذا يحدث بينه وبين حكومة الإقليم على قضية النفط ونعتبره حقيقة هو المفتاح الذي فتحنا حقيقة نافذة إن شاء الله نصل بها إلى حل كل الخلافات القادمة وماك خلافات بقدر ما هو لكن برنامج الحكومة لتعرف وضع خطة عادلة بين كل المحافظات يعني عدنا أيضا في المحافظات هي تنتج نفط يعني هل راح تكون التوزيع عادل وشامل لكل المحافظات بالثروة النفطية مؤكد فرق بين الإقليم والمحافظات التي هي الآن حقيقة تاخذ حصتها لكن هناك مظاهرات بالبصرة والكل يعلم أن البصرة تريد إقليم أيضا بسبب أن تعتبر حصتها من النفط قليل جدا هذا موضوع هي أعطيت خمسة دولار للبرميل الواحد ولحد الآن لربما ميزانية البصرة تصل إلى أكثر من ثلاثمائة تريليون إذا أعطيت لأن المحافظة تم تنفيذ هذا الموضوع وبعد لحد هذا اليوم يعني ما هي تاخذ أموال لكن لحد الآن إذا رد نأتي لقضية البناء والعمار والتغيير هذا يحتاج إلى مساحة زمنية يحتاج إلى شركات عالمية تقوم بعملية تحويل البناء التحتية وإعادة هيكلة البصرة تعرضت إلى عملية تخريب مستمر منذ عام 1980 إلى الوقت الحاضر للبصرة تحت مطرقة الحرب شكوا بالبصرة وقع حتى أبناء البصرة هجروا أول عملية تهجير حدثت يعني ربما إخواننا الأكراد يجوز هجرهم قابلنا لكن البصرة تعرضت لعملية تهجير بالثمانينات توزعوا على محافظات العراق لأن صارت ساحة حرب مفتوحة بيننا وبين إيران فما بقى لا نافط ولا مصافي ولا نخيل ولا زراعة ولا ثروة مائية ولا سمكية فالبصرة حقيقة لكن 60% موجود بها من الاحتياط يعني ما ننسى هذا شيء قضية النفط احنا نقول احتياط النفط بالعراق الآن موجود في البصرة موجود في الناصرية موجود في العمارة والآن راح تطلع على خارطة النفط السماوى المثنى الآن والنجف أيضا لكن خليني أرجع حسا لللجنة مالكم هذه اللجنة المهمة هي لجنة الأقالم والمحافظات شنو كان دورها يعني في هذه الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة تقليم كوريدستان هذا اليوم انشاهد الإعلان أنه اتفاقية شاملة يعني هل هي اتفاقية شاملة أيضا حول المناطق المتنازع عليها هل هي اتفاقية حول حدود الأقليم هي ترى انت فسرت قضية الشمولية تستوعب كل الأطراف في الأوعاد هي القضية قضية نفطي قضية اقتصادية قضية مالية تحدثوا أنه هي شاملة وعادلة من يجي الرئيس حتى كلمة الإعلان الإعلان نسمحها لازم يكون من مصادرها الموثوقة نعم هذه من مصادرها الموثوقة نعم السيد رئيس الوزراء من خالف السيد رئيس الوزراء وأيضا رئيس حكومة الأقليم عندما يجتمعان ويصرحان هذا التصريح بأنه حلت كل المشاكل دائما الساعة يصير عندنا لطمئنان ونحن لا يوجد مشاكل أنا قلت المشكلة مالية والمشكلة أيضا على المادة 140 وأعتقد خلال هذه لكن لجنتكم لها دور كبير في حل هذا الموضوع يعني هي صاحبة الدور الرئيس اسمحي لي لجنة الأقاليم هاي اللجنة لجنة مالية والمحافظة لجنة نفطية مالية مع الحكومة التنفيذية إحنا لجاننا رقابية تشريعية تدخل فقط بس تستمع يعني شو نفرض على وزير المالية نفرض على وزير النفط بس استمعنا لكن سيادة النائب من يكون هناك تعاون بين الحكومة التنفيذية ومجلس النواب التشريعي أكيد راح يكون لهذه اللجنة قيمة كبيرة بأيضا الدراسات وأيضا تفعيل دورها يعني الإيجابي مع الحكومة التنفيذية نعم نعم إن شاء الله احنا لربما برامج قعدينه في لجنتنا للفترة القادمة إن شاء الله بعد الفترة الاستراحة التشريعية الشهر عدنا الآن قوائين معدة إن شاء الله هناك قالون مجلس الإتحاد الذي إن شاء الله راح نقرأ القراءة الثانية من المصادقة عليها وهذا قانون الاتحاد راح يحل كثير من المشاكل لنحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والأقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم وهذا أيضا مجلس نعتبره مثل الكونجرس ونعتبره أيضا مثل المجلس الرئاسة لحل الإشكالات العالقة بين المحافظات وبين الحكومة الاتحادية والإقليم هذا إن شاء الله يشرع سيادة النائب يعني أنت تعرف والشعب العراقي كله يعرف دخلنا الدوامات من الأزمات والشعب العراقي تعرض إلى أزمات بخلف من خلف هذه الصراعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم إن شاء الله تكون هناك قوانين يعني تعطي لكل محافظة وكل أقليم حقه وما نريد بعد هذه الأزمات اللي كانت بالسابق وما نريد فقط على الورق نريد هذا اليوم تنفيذ يعني بالفعل تنفيذ من قبل الحكومة التنفيذية وأيضا تكون أيضا حكومة أقليم كوردستان هي أيضا متقبلة لهذه الاتفاقيات يعني مو بالإعلان وبعدين الصيخ خلف الكواليز غير اتفاقية أنت لا تكون الأسئلة مثل ما أقول تضمن الجواب قطينا السؤال خاطر نحن مازلنا نتجح ونحن نفسي هم مواطن يعني هذا اليوم المواطن يحلم بحل هذه كل الأزمات الملفات العالقة السابق أنه أول مرة خذ نفهم أنه الدمقراطية أو النظام الجديد الذي أجل العراق ما متهيين إلى بشكل كامل لا من الناحية واقعا الحضرية أو المجتمعية يعني عشر سنوات استادر السوري لها سما متهيين يعني لها سمسؤولين ما متهيين اسمحي لي أقرأ تاريخ الدمقراطية الآن الموجودة في الغرب أمريكا لعام 1967 الزنوج مضطحدين في أمريكا لعام 1968 يا لذيك الساعة أعطوا حقوقهم والدورة وصلوا إلى كونغرس ووصلوا إلى مجلس يوق صار حكام وبعد ين وصل أوباما إلى السلطة هذه المئات السنين من 365 عفو 1665 لغاية 1968 قبل ما نتقل إلى سنكون واقعين أم عشر سنوات أول مرة الجذور الريفية تعمل الثقافة الحضرية لحد الآن الثقافة المجتمعية الثقافة العامة الثقافة السياسية تقبل الآخر تقبل الآخر يوم هذه الثقافة بكل دول العالم لكن خلينا نحتي الشعب العراقي أطيب شعب والشعب العراقي هو يتقبل الطرف الآخر يعني نحن نختلف عن المجتمع لكن سبب الصراعات السياسية اللي صنعوها بعض السياسيين لمصالحهم الشخصية أدت إلى هذه الأزمات الأزمات الموجودة والمعكاسات هذه دموقراطية وبها أحزاب وبها كتل الأحزاب والكتل هي من صنع هذه الأشياء وأيضا هذه الأزمات سمحين أقول لو قدر قانون الأحزاب مشرع في العراق ما نعيش هذه الأزمات والتقاطعات خمس أحزاب ست أحزاب عشر أحزاب وكل حزب له برنامج خليني أنتقل لكن قبل ما أنتقل أكمل الفكرة لو قدر قانون الأحزاب مشرع الآن ما تمزل إلى الانتخاب 217 كتلة وهذه الكتلة هذا مقعد هذا مقعدين ولذلك هذه التقاطعات أنتظركم الشرعون لكن أرجع أيضا عن الخلافات اللي موجودة بين الحكومة التنفيذية ومجلس النواب التشريعي بالسابق هي اللي عطلت تشريع هذه القوانين اللي تحدثت عنها اللي انعكاساتها على الشارع والمواطن والأزمات اللي حثت بالعراق أنتقل إلى سيد محسن السعدو سيد محسن حسب وزارة الثروات في الأقليم فإن الأقليم بدأ بإنتاج 300 برميل يومية 300 ألف 300 ألف برميل يوميا وهذا منذ مطلع تشرين الثاني جاري أريد نتحدث هذا اليوم يمكن إزدادت يعني صارت 400 ألف في العام القادم يعني كيف ستكون الاتفاق حول هذا الموضوع يعني حتى ناقذ بالبعد التاريخي للنفط عبر برنامج أنا أعتقد المشاكل اللي حصلت بالعراق منذ تأسيس الدولة العراقية اللي حد الآن هو بسبب وجود النفط بالعراق نعم لو قلت بصراحة كردستان ما صارت دولة نعم لأنه فيها نفط وهذا احتراف بريطاني أو سنة 1927 نعم أول مير نفط في بابا قرقر من هذا كل يوم أنت وجه النفط حتى الانقلاب اللي صار انقلاب من نظام جمهوري النظام الملكي إلى جمهوري بسبب النفط أنا أعتقد السنوات البقية كلها بسبب النفط العراق حتى حرب داعش اليوم نعم هي لأحد لأنه العراق بلد نفطي حتى يدمر حتى تجي الشركات تبني البلد من جديد إذن أكو صراع دولي وعراق دولة نفطية وهذا الصراع الذي ولد لنا هذه المشكلة النفط الجزئيات المواد الدستورية 111 و112 112 مثل ما قال الأستاذ نعم يعني الحكومة الاتحادية بالمند 112 الفقر أليف تقوم الحكومة الاتحادية بإنتاج الحقول الحالية ما تقول لحن تقول حقول المستوى إذن ماكو خلاف اللي حصل بتصرفات إقليم كردستان بمجبهاي فقر ماكو نحن نأتي أنا هسا أنا ما أدافع عن الأقليم فقط أنا أدافع عن كل المحافظات المنتجة في العراق المنتجة للنفط والمنتجة للغاز لأنه ملايين الأمتار المكعبة بالغاز اليوم يحترق بالعراق نعم وليعلمج العراق يستورث منتجات نفطية من خارج العراق نعم واليوم أكبر أكبر مصفة في العراق هو مصفة بيجي لربما بعد أربع سلوات الليك ما يتصلح إذن نحن محتاجين إلى أن بأسرع وقت نعم 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 ونقول كيفانا أن نذهب هكذا دفاعا عن كل المحافظات الفقرة باع من المادة 112 تقول بأن الحكومة الاتحادية مع حكومة الأقليم والمحافظات المنتجة معا تقوم بسياسة نفطية نحن نتحدث عن قانون النفط والغاز يعني هذا القانون إن شاء الله يشرعوا المجلس النواب التشريعي في هذه الدورة نعم لكن نحن نعرف أن أقليم كردستان تمسك ومتزن بس 17% لا تسمحي لي حتى أشرح كل الوضعية حقيقة كل يعمل أولا بعد ما تشكلت الجمعية الوطنية وأصبح نواب الشعب وتغير النظام لم يكن هناك تعداد عامل السكان نعم فحصل اتفاق بأنه لإقليم كردستان ثلاث محافظات العدد النفوس غير واضح أن يكون هناك 17% هذا اتفاق حصل وهذا 17% أعتقد هي مو كاملة بالحسابات في كل سنوات الموازنة هي 11% تحصل 11% وليس 17% هذا من جهة من جهة ثانية بما أنه أنا قلت دفاعا عن المحافظات المنتجة وللإقليم بما أنه الإقليم أنتج النفط تعاقد مع الشركات السبب الخلافات هي هاي النقطة الحكومة الاتحادية تتجاه مركزي نعم نحن نقول بموجب الدستور لا نفط وملك الشعب العراقي لكلهم حق التصرف ولكن مع الحكومة الاتحادية اجتهاد الحكومة الأقليم بالتعاقد مع الشركات بموجب قانون النفط في الأقليم باعتباره كبرلمان بالأقليم نعم منشرعوا القانون هذا القانون النفط لا يخالف قانون الدستور العراقي تعاقدوا مع الشركات قالوا يا با هاي الشركات تنتج النفط من الأقليم كردستان وتزيد إنتاج النفط ادفعوا مستحقات الشركات نعم ظل هذا الخلاف يتعامل معانا في كل موازنة في كل موازنة لكن هذا هذا سبب الخلاف لكن هذا يبرر تصدير النفط للأقليم براحته لا 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 هذا أبد ما يبرر بس أنا يقولش ليش صار بعد ما وصلنا بأنه ادفعوا مستحقات الشركات ما دفعنا مثل ما قلتي صارت لقاعات صارت سنوات ما توصلنا إلى نتيجة هل يجوز يعني مثلا في النهاية السنة مع الموازنة 2013 يقطع رواتب أقليم كردستان الموظفين طبعا هذا الموضوع أنا أقولش بكل صراحة لأنه كثيرين يريدون يشتهدون به رواتب الموظفين ما تتعلق كأمر عقابي على جزء من موظفين العراق يعني ليش صار قطع الرواتب باعتبار بأنه حكومة الإقليم كردستان لا تلتزم بتزيير النفط أو ما تدفع واردات النفط مثلا هكذا يدعاء الرواتب متعلقة بقانون لا يستطيع لا رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء موظفين العراق حق كل المحافظات البصرة السماوة الموصل يدفعون رواتبهم الأربيل السليمانية ما يجوز نقطع الرواتب لأنه هناك إذا حصلت المشاكل موازنة 2013 لكن المشاكل اللي حتت خلينا نتحدث بصراحة يعني نحن كعراقيين ضد أن أي مواطن عراقي في الإقليم وفي البصرة أنه ينقطع راتب ولأن هذا رزقه رزق أطفاله لكن أيضا هناك كان تعند من حكومة إقليم كردستان يعني في بعض الأمور التي كانت تعتبرها الحكومة الاتحادية هي أمور دستورية وأمور يعني سيادية للعراق آخر قلت استحقاقات الشريكات لأنه راح تقام دعاوي مع الحكومة الاتحادية بالمناسبة الحكومة الاتحادية قامت دعاوي حتى بالخارج بلغت الشريكات الآن الدعوة الأخيرة الدعوة الأخيرة التي تستفاد منها المحافظات وحكومة الإقليم من المحكمة الاتحادية آخر قرار يقول يحق لإقليم كردستان تصدير النفط موجود هذا القرار في المحكمة الاتحادية تصدير بس إحنا نلتزم بالإطار الدستوري إحنا قلنا هاي المستحقات من يدفعها أقليم كردستان تدفعها نعم من هذه الواردات التي تأتي من النفط بالمناسبة لو البصرة تصدر أقليم كردستان يصدر كل هذه الخلافات لا أحد يستطيع أن يتصرف بنفط العراقي نعم كل وارد يأتي لبغداد مستحقات الشريكات 17% يروح لأقليم كردستان والباقي كلها لبغداد هذا هو التحسير الحصص لكن المحافظات التي لا بها نفط هذه المحافظة الصدة وهذه المحافظة الصدة السياسة التي بها نفط ومحافظات التي لا بها نفط الش estas لا 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 معنا게 قلت النفط هو ملك لكل الشعب العراقي وملك لكل الشعب العراقي هذا النفط ملك للأنبار ملك للسماوة هذا النفط اللي يجي ينتاجه كله قصدي شن هو عندما الحكومة قطلص نا أول قانون هو نفط الغاز خليني سيادة النائب أنتقل إلى ضيف رح يكون ويانا هو النائب عبد الرحمن اللويزي عن اتحاد القوى العراقية أهلا وسهلا بك سيادة النائب في برنامج المشهد الأخير هذا اليوم إذا نتحدث عن الخلافات السابقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم شاهدنا أزمات كبيرة وكثيرة مر بها العراق بسبب الصراعات السياسية خليني نحكيها بكل صراحة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم هذا اليوم تم الاتفاق وتحدثوا بكل صراحة هناك اتفاق شامل وعادل بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان هل هذا الاتفاق أيضا بما أنه أنت محافظ عن الموصل راح يأثر على الموصل والموصل هذا اليوم واليوم الموصل محتلة من قبل داعش يعني نريد أن نعرف شنو إيجابيته على محافظة الموصل يعني أمن الموصل بسيطة الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدتي الكريم ونضيبك الكرام الحقيقة يعني إحنا استبشرنا خيرا بحصول أي اتفاق والظرف يعني ظرف البلد الآن لا يتحمل أنه ينشغل السياسيون أو الكتلة السياسية بالخلافات وثلث بلدهم يقع خارج سيطرتهم لكن يعني فلنكون صراحة يعني الموضوع النفط والغاز الاتفاق الذي حصل الآن يعني أستطيع أن أصيفه بأنه اتفاق إذعان لأن اليوم الحكومة بخزينة خاوية بثلث بلد محتل يعني لا تملك الآن أنه يعني أن تمضي بعيدا يعني عن هذا الاتفاق لا تخوض هذا الاتفاق اليوم الكل يعلم الأحداث التي شهدتها البلاد أثر على طاقة العراق الاستيرادية نعم التصديرية عبرا ولذلك هي في موقف لا تحسد عليه وكانت يعني لا تستطيع ليس لها بد من أنه أن تبرم هذا الاتفاق علينا أن نعترف أيضا أن الحكومة الجديدة حكومة تلتزم باتفاقياتها الآن هناك أكثر من مؤشر على أنه هناك عهد جديد يلتزم فيه بالاتفاقيات ولذلك ولا تبطل اتفاقات حبرا على ورق كما هي اتفاقية أربيل لأنه سابقا أيضا كل هلل لاتفاقية أربيل التي شكلت بموجبها الحكومة ثم بدأ الكل يعني يتذمر ويشكو ويقول أنها بقيت حبرا على ورق فعلينا أنه نتفائل بالاتفاق الجديد ويعني نعتبر أن الحكومة أيضا هناك رغبة وهناك مؤشرات يتشير إلى لكن أغلب الأطراف اللي كانت موجودة في اتفاقية أربيل هذا اليوم ما موجودة بالحكومة الحالية أغلبها يعني موكلها لا لا هي كلها أطراف موجودة حضرتكم أكيد كل أطراف أنا أقصد اللي وقعت الإرادة السياسية مختلفة نعم الإرادة السياسية مختلفة علي أن أكون صريح لو كان الأخوة الكرد أسهموا في تشريع قانون نعم يعني هم كانوا يطالبون لهم مطالب خاصة بهم وهذا حقهم لكن لو أسهموا في تشريع قانون الموازنة الاتحادية العام 2014 وهذا القانون كان سوف يعطي 17% للأخوة في الإقليم لما قطعت الرواتب رواتب الأقليم فقضيت قطع رواتب الأقليم جزء منها يتحملون الأخوة الكرد ومن تحالف معهم في حينها لأنهم وقفوا بالضد من تشريع هذه القانون الموازنة والكل يذكر هذا هذه حقيقة تاريخية لا يسعى أحد أن نكارها أيضا الحكومة تتحمل جزء لأن الحكومة كان عليها أن تدفع سلف للأخوة الكرد لأنه عدم تشريع قانون الموازنة العراقية العام 2014 هو معاقبة للشعب العراقي كل الشعب العراقي بكرده وعربه وكل بكوناته هذه القضية معاقبة الشعب العراقي من خلال عدم تشريع قانون الموازنة سهم فيها الأخوة الكرد أنت تقصد من عرق إقرار الموازنة هم التحالف الكردساني هذه قضية نعم كان لديهم مطالب ومطالب معروفة دفع مستحقات الشركات وكان حتى الرقم معروف لكن الحكومة أيضا تعنتت أيضا لازم الإنسان يكون واضح الحكومة في حينها كان بيوسعها منح الإقليم سلف كما تفعل الآن مع الشركات الخاسرة شركات وزارة الصناعة وغيرها يمنحون سلف ثم تسوى هذه السلف لاحقا وكان قطع رواتب علينا أن نكون صرحاء وموضوعيين كان قطع رواتب موظفي الإقليم هو عقوبة من الحكومة العراقية للأخوة في الإقليم لكن هذه العقوبة يتحمل مسؤوليتها جهة سياسية التي تبنت هذا القرار في حينها والكل يعلم هذه مسألة اليوم نحن أمام عهد جديد الكل يعني عليه أنه لا يستغل هذه القضية اليوم يعني موضوع فوضة اليوم الدول ليش اليوم صارت منظمة أوبك ومنظمة أوابك حتى يصير توزيع النفط أو تصدير النفط مقنن نعم اليوم إذا دعونا لهذه الفوضة في التصدير مثل ما يجعلها أحد الأخوة اليوم يقول أنه كل محافظة صدر من يمها لما هذا هدر الموارد الشعب العراقي اليوم الدول الخليج تسوي صناديق للأجيال يعني يحسبون حساب حتى الأجيال الأخرى علما أنهم معدهم مشكلة في تصدير هذا فقضية التوزيع هذه يعني التبديد هذا المورد بهذه الطريقة أنه كل محافظة يعني من يمها تصدر هذه قضية فيها تأثير اليوم تداعيات انخفاض أسعارا خصوصا في بلد يعني الآن يعني يعتبر جل اقتصادي وعصب اقتصادي هو المورد النفط يعني اقتصاد رائعي لكن سيادة النائب هل عندك معلومات عن النفط اللي باعه أقليم كردستان في السابق يعني أقصد إقادات النفط أنت تحدثت بهذا الموضوع السابق والله أنا أعتقد لا أنا عندي علم ولا حتى الحكومة العراقية يتعلم يعني أنا بالنهاية نائب ما معني بهذا القضاء والموضوع الشراكة اللي يتحدث عنه سيد محسن السعدون يعني الكل يعلم أنه هناك وكيل وزير للنفط من الأخوة الكرد فيه ثم قضية سومو يعني هي أول مرة هي القضية قضية سومو هي شركة مال نظام سابق اشتثوها لعاد إذا ما شركة مال نظام سابق يعني هي مسألة معنوية يعني هي أكو شراكة حقيقية يعني الأخوة الكرد كان لديهم ممثل وكيل وزير بالمالية وما كان لأحد غيرهم وكيل وزير وكان عندهم وكيل وزير بوزارة النفط موجود إلى حد الآن ولم يكن لغيرهم من المكونات اللي تعتبر نفسها أيضا المكونات أساسية في هذا البلد ما كان عندهم وكيل وزير بالنفط ومع ذلك ما كانهم الذمرين يعني يعني كان لهم مشاركة حقيقية في إدارة هذا الملد نعم نعم لكن لكن خلي نحكي بصراحة يعني أستاذ عبد الرحمن الحكومة قطعت رواتب الأقليم وهذا اليوم أيضا من احتلة داعش الموصل أيضا قطعة رواتب الموظفين اللي بالموصل يعني هذول المواطنين الموظفين شنو ذنبهم خلي نحكي بكل صراحة أنا قلت بكل صراحة وبوضوح قلت أنه عدم تشريع قانون موازنة 2014 ومعاقبة لكل الشعب العراقي يعني تحمل التحالف الكردستاني لا لا عبرا كل الكتلة السياسية تتحملها بما فيها التعالف الكردستاني لكن الموضوع قطع رواتب الأقليم كان بوسع الحكومة الاتحادية أنه تمنح للأقليم سلف نعم هي الموازنة ما أقرت حالها شأنهم في ذلك شأن الموظفين في وزارات الصناعة في شركات الصناعة وزارة الصناعة أو شركات الأخرى لكن الحكومة تعندت وهذه القضية تتحملها جهة سياسية معروفة لكن أنت اليوم نائب عن الموصل يعني أنا أريد أسألك نائب عن الموصل وأيضا سيد محسن السعدون نائب عن الموصل هذا اليوم رواتب موظفين محافظة نينوة يعني من مستلميها يعني أنتوا شنو دوركم بالبرلمان هذا اليوم غير أنتوا تطالبون رواتب هاي الناس الفقرة اللي احتلوا من داعش وأيضا ما عندهم أي وسيلة ولا عندهم فلوس ومال حتى يطلعون للخارج أو يطلعون لأي محافظة أحنا ساهمنا تعرفين حضرتك كل شخص إلى يعني جانب مسئولية أحنا اليوم أنا كنت عبوا في لجنة النازحين وإحدى التوصيات التي أصدرتها لجنة النازحين وبالأمس صدر الكتاب أنه إلزام الحكومة بدفع رواتب الأشخاص الذين لم تدفع رواتبهم لأن جزء من موظفين محافظة نينوة دفعت رواتبهم لكن أكون الآن مثلا شركة لكن أنا أقصد داخل محافظة الموصل داخل محافظة نينوة هناك في داخل محافظة نينوة أشخاص دفعت رواتبهم لكن أكو مثلا شركة السمنت الشمالية بعض تشكيلات وزارة الداخلية التي تتبع مديريات بغداد مثل الجنسية والمرور ودفاع المدني موظفو العقود كذلك الموظفو الأجور اليومية هؤلاء لم تدفع رواتبهم لكن مثلا موظفي التربية الصحة دفعت رواتبهم وإحنا صدرنا بالأمس يعني يوم أمس صادق مجلس النواب أو صدرت الكتب التي وجهت إلى الحكومة وفيها توصية بدفع رواتب الأشخاص الذين لم تدفع رواتبهم في المحافظات التي حصل النزوح منها ومنها محافظة نينوة وهذا واجبنا ودورنا ونتمنى على الحكومة أن تتعطم على هذا الملف بإيجابية نعم خليني ننتقل إلى سيدة النائب سيدة النائب سيدة النائب سيدة النائب أنت كعضو في لجنة الأقاليم والمحافظات هذه اللجنة يمكن تنظم كثير من أو الشرع كثير من القوانين اللي تحافظ يعني على وحدة المحافظات وأيضا الأقليم شلون أنتوا تقدرون تتعاملون مع المشاكل أو المخلفات السابقة يعني كانت عندنا هناك عدد كبير من المشاكل شلون تقدرون تحلوها في هذه اللجنة بالتعاون مع أقصد الحكومة التنفيذية نحن من المشاكل هي حددناها اقتصادية بالنسبة بيننا وبين الأقليم لا لا فيها مشاكل أيضا حتى بين المحافظات قضية مجلس الاتحاد وهذا يعتبر أنا أؤكد على أنه مجلس الاتحاد له الصلاحية كبيرة جدا واسعة إن شاء الله راح يقرأ القراءة الثانية مع التأديلات التي وردت على هذا القانون وإن شاء الله إذا تم التصويت عليه هو هذا راح ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بما فيها كل المشاكل سواء كانت مشاكل مالية اقتصادية من ناحية الزمالات من ناحية الحدود كثير من الأمور المتعلقة بينه وبين الإقليم والمحافظات تحل من خلال هذا مجلس يشكل 72 عضو كل محافظة يمثلها أربعة بغض النظر عن كثافة السكانية هذا راح يكون حل أو مساند لمجلس النواب وأيضا الحكومة التنفيذية مؤسسة دستورية أيضا لها تشجيل صلاحية اقتراح القوانين ثم تعرض على البرلمان المصادقة أو أيضا حتى القانون الصادق كل قانون يصدر من البرلمان يعرض على مجلس الاتحاد لكن هذا ما يضعف من دور مجلس النواب تشريعي إن شاء الله ما صير تقاطعات أكو بعض التداخلات لمن العلوية في هذا المجلس هل العلوية لمجلس الاتحاد أم للبرلمان إن شاء الله تكون بشكل متوازي وكل مثل كونغرس ومجلس الشيوخ في أمريكا واحد يرتب المصلحة مع الطرف الآخر هذا إن شاء الله نعتبره هو الحل وهو المفتاح الجديد إن شاء الله وهذا ضمن المادة 65 بالدستور راح يشرح بقانون إن شاء الله لكن لاحظنا استخدام الأقليم إلى جهان الخط جهان التوكي يعني هل هناك تبعات إلى تركيا في هذا الموضوع؟ يعني من أي ناحية؟ في تصدير الأقليم النفط من خلال خط جهان؟ هو الآن أكو اتفاق أنه كمية النفط اللي إذا راح تسوق من الشمال يجب أن تضخ في أنابيب الحكومة الاتحادية وتذهب الأموال أيضا تودع بالبنك المخصص ومن ثم يأخذ الأقليم حصته وتدفع أيضا مستحقات الأقليم المترتبة على الشركات الذين نقبتوا أنشئت هذه الشركات فإذن المستقبل إن شاء الله إذا تمت الموافقة من الأقليم على ضخ النفط بالأنبوب الرئيسي الذي يذهب إلى جهان مع النفط العراق المصدر من كاركوك ووفق المقاسات المحددة مثلا قد راح يصدرون 200 ألف 250 أربع أمي لأن قسم الإنتاج يصف يعادل الاستهلاك المحلي داخل الأقليم مثل ما الآن موجود عندنا قسم من النفط يصفى والسلاك الداخلي والباقي يذهب للتصدير وتدخل أموال مع الأموال العراقية يعني أقصد من كلامي هناك اتفاق مع الجانب التركي في هذا الموضوع يعني اليوم العراقي يحسن علاقاته الدولية مع السعودية ومع التركيا ومع الدول اللي كانت قاطع معهم خلينا نحشي الصراحة في السابق هذا اليوم العلاقات الجيدة وإن شاء الله نتأمل تكون جيدة مع تركيا ستحل هذه المشاكل العالقة بين تركيا وأيضا بين الحكومة الاتحادية حول تصدير النفط من أقليم كردستان بدون إذن؟ بدون إذن؟ بدون إذن الحكومة الاتحادية في السابق لا لا قبل هاي راح تسوى وكزيارة رئيسي الوزراء التركي للعراق وراح يطرح هذا الموضوع بس إحنا قلنا الآن المشكلة ما طول فتح الباب الأول وهي الموافقة على 150 ألف فإذن الكميات الباقية إذا تفقوا على تصدير الكميات الباقية باعتبار ميزانية 2014 400 ألف محسوب من الشمال يضخ من النفط حتى يكمل ميزانية العراق وتمشي الأمور عادية فإذا تم الاتفاق أكو هكذا موضوع أنه النفط من الإقليم يضخ في نفس الأنبوب الذي يذهب إلى جيهان وطبعا بالاتفاق مع الأخوة الأكراد وتكون الأموال ضمن الأموال العراقية هذا أيضا أقرأي هذا مطروح إن تمت الموافقة عليه نعم إن شاء الله خلينا نتقل إلى أسيد ناعد مرسل سعدون قال أحد النواب بالحرف الواحد أنه كان المفروض على السيد هوشيار زيباري وزير المالية صرف مستحقات الحجد الشعبي قبل ما يصرف مستحقات الأقليم هل نفهم من هذا أن أرضاء الأقليم جاء على حساب مستحقات الحجد الشعبي قبل الإجابة على السؤال أنا بس أريد أوضح للأخ الزميل عبد الرحمن اللويزي حول موازنة 2014 نعم حتى لا يكون هذه الصورة أنا أحد المفاوضين من قبل التحالف الكردستاني مع الدكتور فوان معصوم اللي هسا يسمعني هو حول الموازنة مع الكتل السياسية نعم شهرين الأول من بداية السنة 2014 محادثات واتهامات المبلغ اللي تم وضعي بهذه الموازنة المستعجلة مبلغ كبير يطالب بحكومة تقليم كردستان بدفعه إلى خزينة الدولة نعم نحن كنا نريد نناقش على هذا الموضوع وكانت خلافات كبيرة بين الكتل السياسية نعم وأيام انتخابات تسبق الانتخابات فهذه الحالة نحن كنا نقول يجب أن نحل الموازنة بأسرع وقت حتى شعب العراق يستفاد منها ولكن هذه شهادة لله والهم أحياء ولحد الآن جاءنا شيخ خالد العطية في آخر مرحلة واجتمع مع رئيس الكتلة فواد معصوم وهو الآن يسمعني وطلب بأنه نأجل الموازنة 2014 ما بعد الانتخابات يعني أفهم من كلامك التحالف الوطني أنه موازنة 2014 راح تتثن بكل مشاكلها لا 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 أنا أحكي لش عن المراحل حتى لا أحد يتهم أحد احنا قلنا يا أخوان احنا صارنا شهر نطالب احنا متهمين بإنجاز هذه الموازنة هو قال قال لي أنه أيام انتخابات وراح تستغل منه اللي قال شيخ خالد العطية قال تستغل من أحزاب أخرى للدعاية الانتخابية خلي الموازنة أجلها بعد الانتخابات أجلت بعد الانتخابات واستمرت تدريين بعد الانتخابات جانا داعش وجانا الأمر فالموازنة اتأخرت لأسباب اللي أنا بيّنتها واللي واضحة والكل يدفع الثمن الآن لكن نتحدث سيد النائب عبد الرحمن اللي ويزي أنه التحالف الكوليستاني كان أحد أسباب على هذه الموازنة مستحيل لأنه الرقم اللي موضوع بالموازنة بالمادى الأولى للذكرة مبلغ كبير جدا للمطالبة نعم احنا الموازنة اللي قبلها أيضا ما كانوا احنا نسحبنا من الوزارة ونسحبنا من البرامار وبعدين صار التفاهم عليها قصدي هاي من جيه من جيه ثانية استاذ عبد الرحمن من يقول لي أكون ممثل هذا استحقاق يعني استحقاق الوكلاء في وزارة النفط في وزارة المالي يخدمون كل العراق أنا قصدي على شركة سومو هذه الشركة ما اتطورت مع الدستور لكن هو اتحدث قال خلي نشتثة ونفضها إذا ما دام لا لا احنا ما نقول نشتثة وبها ناس لهم خبرة طويلة ولكن إدارتها لا تتفق مع المادة 112 من الدستور فقط احنا اتفاقنا أن يكون هناك مشتركين بعملية التصدير بالنسبة لكلام السيد هشيار زيباري أنا أعتقد هو وضح بأنه ما ما أعلن هذا الكلام لأنه الحجد الشعبي احنا كل التقدير والاحترام أحد النواب صرح على كل اللي هو نكر وقال احنا ماكو الحجد الشعبي دافع في وقت معين ولا زال يدافع أنا بصراحة أقولك مثل ما يدافع البيشمرق الآن والحكومة والقوات الاتحادية الآن العدو مشترك الآن لا أحد يعني داعش يعني داعش وحد كل العراقين هل يوم الكل العراقين يقاتلون داعش إحنا إذا كان المرحلة التي تأتي ما بعد داعش نأتي ويكون هناك فعلا نظام ديمقراطي اتحادي ودستوري يطبق أنا أعتقد نبدأ خطبة وتأخرنا سنوات مع الأسف يعني أنا يعني ممكن بسبب الخلافات اللي موجودة الخلافات أو المنهج منهج أو بسبب المنهج اللي كان موجود فيه السابق الخلافات ما رح تقول أخينا عشر سنوات شنو السبب إذا مو بسبب الخلافات بدون المنهج يعني باي سبب لا داعش رجعنا عشر سنوات إلى الوراء يعني أقول لك ولربما أكثر أنا أقول الخلافات ما رح تصير مثل قبل لأنه أحنا مرينا بتجربة عدو مشترك هاني هدد وجود العراق الآن سوف يكون هناك مفاهمات وسيد حيدر العبادي أنا عنده تصور وسوف يلتزم أن يكون هناك توازن في وظائف الدولة أن يكون هناك توازن في المحافظات الحرس الوطني لكن أفهم من كلامك أنه حكومة الأقليم ما تخالص الحكومة الاتحادية لكن ذهاب البيش مرقة إلى كوباني هل يعد هذا خلاف للحكومة الاتحادية بدون إذنها بالنظري لا أنا كقانوني أنا أقول لك لا وأجيب لك التفسير أنا من قتلش بأنه عدونا واحد هو داعش أعطينا التفسير لأن الوقت يداهل لا يجعل النائم عبدالرح ماللوزي أنا أقول لك عندما يكون داعش موجود في سوريا ويجي يهدد العراق بالداخل ويجي يحتل بغداد ضرب داعش في داخل سوريا من قوة القوات هي قوات من العراق أعتقد ما بها شيء مثل ما الأخوان يعني الآن يدافعون مثلا من راحه كفدائيين بدون علم الحكومة من الأخوة يدافعون عن المزارات في سوريا في الشام هل يعتبر كان هذا خرق دستوري أنا أعتبر حالة طبيعية الدفاع لأنه هو العدو هذا يهدد العراق خليني ننتقل إلى سيد عبدالرحمن سيد عبدالرحمن اللوزي هل ترى أن الأجدر كان هو اتفاق على تحرير الموصل من داعش من هذا الاتفاق يعني اتفاق كثير شاهدنا وسمعنا من قبل وسائل أو الكتل السياسية شلو الاتفاق اللي أجدر كان المفروض تقوم بالكتل السياسية لتحرير الموصل مثلا هو حقيقة موضوع يعني سقوط الموصل أو تسليم الموصل لداعش هي يعني هي أم المشاكل كل المشاكل التي حدثت لاحقا سواء سقوط المحافظات الأخرى صلاح الدين وأجزاء من محافظة الأنبار وأجزاء من محافظة كاركوك وديالا سواء هذي جرائم البشعة التي حدثت اللي هي جريمة بادوش أو جريمة سبايكر أو جريمة سقلاوية كلها تداعيات لسقوط الموصل محافظة نينوى وكلها كان يجب يعني هذي أس المشاكل كما تعلمون فلذلك كان طبعا هذا القضية الحكومة العراقية الآن في ظل خواء الخزينة وهذه القضية معروفة في ظل العجز الكبير اللي يعني أكثر من 80 مليار دولار للحكومة العراقية هي الحكومة العراقية ملزمة الآن بالتوازي مع إدارة الملف الأمني ملزمة مع إدارة الملف الاقتصادي لأن اليوم أيضا العراق يحتاج التسليح العراق يحتاج الموارد كبيرة جدا فيعني ليس ولذلك أنا قلت أنه هذا الاتفاق لكن الملف الاقتصادي انصاب بنكسه بسبب انخفاض النفط أسعار النفط المفاجئة يعني نعم وهذا أيضا أثر من أثار سيطرة داعش على ثلث الأراضي العراقية هذه القضية لا يمكن فصلها والحكومة لم يكن لها بد من أنه عقد مثل هذا الاتفاق لأنه اليوم لا طاقته التصديرية تستطيع أن ترفع سقفها بالطريقة التي تضمن عائدات كبيرة حتى تغطي هذه النفقات الكثيرة ولذلك أنا وصفت هذا الاتفاق بأنه اتفاق إذعان يعني إحنا أنا في جواب سريع يعني إحنا نقول أنه السومو قانونها قديم إحنا عدنا أكثر من عشر تالاف الآن قرار من قرارات مجلس كاد في ثورة المنحل يعمل بها الآن إحنا موضد وموضوع الوزارات إحنا موضد استحقاق الأخوة الكرد هذا استحقاق وهذا قضية طبيعية لكن اللي ردت أصل أنا مو معترض على وجود وكيل وزير هذا استحقاق سواء في المالية كان أو في وزارة النفق لكن أنا أقول أن هؤلاء دورهم أنه يضمنون حقوق المكون يعني هم ويجعنا على المحاصصة اليوم هم السياسيين الجدد يجعوا على موضوع المحاصصة أي وقت نتخلص من هاي المحاصصة المقيتة اللي وصلت العراق إلى محافظات واليوم محتلة من داعش هو هذا الكلام يعني احنا الآن في ظل ظرف يعني ما يتحمل هذا الأمور كل الكتلة السياسية مستفيدة من شيء اسمه المحاصصة ولذلك لحد ينتقد المحاصصة لأنه اللي ينتقد المحاصصة خليه يكون عندها إرادة ويقعدون سوا ويقولون نحن نختار الأشخاص المهنين وهذا ما ممكن بالمناسبة المحاصصة حاضرة حتى داخل المكون الواحد لكن أنا ما أردت أن أقوله أنه اليوم أنت لما عندك شخص يمثلك وهو استحقاق إليك يعني في وزارة معينة من وزارة الدولة سواء وزارة النفط أو المالية طيب غير وجود هذا الشخص هو يعبر عن مصلحة هذا المكون طيب ليش تعترض على أيضا على السياسات اللي أنت يفترض أن تكون جزء منها من منظومة هذه الدولة موضوع الموازنة 2014 الكل يعلم أنها قرأة قراءة أولى وكانت على وشك أن تقرأ قراءة ثانية لو لا بعض الكتل السياسية في حينها من أطراف العراقية وتحديدا من المتحدثون لكن بعض الكتل السياسية خلينا نحكي أستاذ عبد الرحمن بصراحة استغلتها انتخابيا يعني استغلتها انتخابيا وروجت إلها بسبب أنه تحصل مقاعد في مجلس النواب مبروك عليهم المقاعد والمواطن العراقي هذا اليوم ب2015 راح يعيش حالة التقشف وداعش موجودة يعني هاي الحقيقة لازم الكل يعرفها كل الكتل السياسية استغلتها دعايات انتخابية نعم نعم أنا معا جنابك لكن لو كانت الموازنة شرعت لا أخذ الإقليم 17% وكان بيوسعها ندفع رواتب الإقليم فموضوع عدم تشريع الموازن الذين وقفوا يعني عائق إلها الأخوة الكرد في حينها وكذلك متحدون جزء من متحدون أنا صريح هذه هي كان السبب وهذه كان جزء من موضوع الحكومة في حينها قصرت الحكومة قصرت كان المفروض تمطي سلف للأقليم نعم كان المفروض تمطي سلف للأقليم حتى تدفع الرواتب شكرا يعني نتمنى منكم كممثلين الشعب العراقي أنه تصدرون قوانين وشرعون قوانين والقوانين اللي كانت موجودة في السابق وكان عليها صراعات سياسية وخلافة إن شاء الله تتشرع بهذه الدورة ويكون هدف كل البرلمانيين وحكومتنا المواطن وأهمها الموازنة والله العظيم هذا قوت الشعب في الختام أشكر كل مشاهدينا وضيوفنا النائب رسول راضي عن ائتلاف دولة القانون والنائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني والنائب عبد الرحمن اللويزي عن اتحاد القوة العراقية شكرا لكم وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة جديدة من المشهد الأخير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة